السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دوسامادي هان نهار ان شاء الله غمتكلموا لها واحد الموضوع ديال اه كيفية اه تامن مع الصغار في الاكل يعني هادا هادا صغير هادا حبارة عن شرشيلا هما كتشوفوا قوي اه هادا عندو ثلاثة السيمانات اه جو السيمانات الاولى كي بدووا يفتحوا عينيهم كي بدووا يتحركوا كي صافي بدو بغيني يخرجوا سمو سمو غدي نديرو لهم ما غديش نعطيهم مقاع الخبز هاي مقاع نعطيهم غي الخص ولا ربيع ولا شي حاجة مهم التفاف اللي ران نبسة حضرت على البيع لها بزاف اه انا هادا هادا المجموعة هادا الخرفاتي يعني عطيتهم التفاف بزاف الحمدلله هما ده براهم يعني في قرامينة تفتمو حد السيمانة بقى لهم اه الحمدلله كنحسبيهم في الميزان راهم زيانين ده بامنين وصلوا ثلاثة السيمانات غدي نحاول نحيد عليهم شوية ديال الاخضر يعني الربع وغدي نعطيهم الخبز ولكن الخبز هما راحدوا ان السنينة ديالهم و الفم ديالهم باقي صغير ما يمكنش نعطيهم محطرو فاقبار ديال الخبز هما غدي نجرون منو غدي ياكلوا لذا دينوريكم واحد طريقة لي بسيطة ايه في الحقيقة طريقة بسيطة غدي كيفاش ياكلوا دقاقة ديال الخبز بلا ما تدقوها في يعني عند طاحونة يعني انتوما في البيوت ديالكم غدي نوريكم واحد طريقة بسيطة وسهلة اذا تابعوا معي على الطريق اذا كما كتشوفوا معايا الخبز اللي غدي شيط عليكم في الدار يعني اما طروفة كبار ولا طروفة صغر هذيك الطروفة الكبار من الاحسن تعطيهم يعني الكبار الكبار يعني الامهات ولا مني كيكون الكاج هاكا بواحد سنتيم ديال الفج تقدروا تطرميهم ديال الخبز الماء حيث اما كيكون عندهم سنان كبار يقدروا ياكلوا ولكن الصغر يعني في عمر قبل الفيطان وبعد الفيطان وبعد الفيطان يمكن تعطيهم هاد الحجم هذا يعني بحال هكا تقريب الحال قد السيكالين تقدر تعطيهم لهم ولكن هذيك الصغر اللي وليتكم على الدابة هذوك قبل الفيطان قبل الفيطان يعني متمشيتوا معا شوية بالربيع دابة قوضين دخلو لهم الدقاقة ديال الخبز سيكالين باقي مجهد عليهم بزاف طريقة باش تغربلو الخبز يعني فرتو هكا بشي مدقوا اللي باليدة انتم را كارم بما في الكفاية يعني خص يكون كارم زيان في الشمش تيكرم زيان ما تعطيهمش اللي بابة اللي بابة را كدرهم اذا الغربال بحال هادا انتم ممكن تشوفوا الاعيون ديالو كيليك يقولوا بوصيها هامو الاعيون ديالو يعني صغيرين مشي صغيرين بزاف مشي همو مواصلين انتم ممكن تشوفوا معايا انتم ممكن تشوفوا الحجم قيلة الاعيون ديالو بني ديرو شي شي آنيا بحال هادي ولا بلاستيكال لي متاح عندكم خشبال اللي كان غي باش قدي تجمعوا هاد هاد الدقاقة اللي كتكون بني تحطو الخبز في الغربال هكا فرتو عادي اللي غادي خرج قد هكا غادي تعطيوه العمر فيتا شهر ولا شهرين من شهر قد هكا الحجم الكبير تعطيوه الكبار اما الدكورة كبار اما النتوات العشار اللي عاد تتسمنوهم اذا مني كتقعوا بحالكة ضروري ما كي خرج واحد الفرتيت هاد الدكتفرتيت هو اللي غادي اللي لعبوه لي فاش غادي نعطيوه الصغار قبل الفيطان هالي اللي وردتكم دابا عندو اه ثلاثة السيمانات اذا غادي تغرب له بعض طريقة نتوما في شي طريقة صعيبة سهلة للغاية كل هذا هاد البوصية كيدير عشر درهم اتناشد درهم تلتاشد درهم دا وجد كي اللي كبير قا كيدير عشرين درهم ولكن انا راكا تستغل له بزي يعني احسن استغلاق سافي فتخرج عندكم هاد دقاقة هذي بهال الشكل لاحظوا معايا هذي هذي دابا كتعطى قبل الفيطان هاد دقاقة ولكن قبل الفيطان ماشي شهر عمر يعني جو السيمانات او سيمانة اذا كما قلنا هاد الدقاقة هذي كتعطى قبل الفيطان يعني في العمر ديال ثلاثة السيمانات الفوق اما ثلاثة السيمانات التحت حاول تعطيهم غير الاخضار كي يكون كرش ديالهم بقى عدة صغيرة الامعاء ديالهم بقين عدة صغيرة حاولوا تعطيهم الاخضار وماشي اليابيس لا يعطيهم الاخضار اللي غير ما يكون سارد يكون ناشف مثلا الخص مثلا انتفاف خبيزة اللي كان غير تكون مشا غير فضل ما تكونش يعني لاوية وما تكونش ساردة في هالما اذا هاد الدقاقة هذي هذي نعطيوها لهم في عمر ثلاثة السيمانات هنتم لاحظوا معايا انا هذي نعطيوهم لاحظوا معايا كيفاش غدي يياكلوها اذا هنتم مكن كما تشوفوا هنحت اكلهم في حد الصندق هذي باش ميهربوش صندوق عادي دي مكن هذي لاني على الاشياء المتاحة عندكم هي اللي تخدموها هذي هذي دي الميكرون داواء ضايع هولي غير بلد فيه وحطيتو فوسط هذي صندوق باش ميهربوش هنتم ما شوفوا الاكل دبا انا اول مرة غدي يياكلوها البدقاء يعني اع دول عمر ديالهم ديال ثلاثة السيمانات بضضب ثلاثة السيمانات هنتم ما كيفاش غدي يياكلوه وما يلعطيوهم يعني الخبز غليد باقي ما يقدروش انهم يعني يهرسوه ويياكلوه لذا كتستعملوا هالطريقة هذي شوفوه هما كيفا يياكلوه كل شي كان تمشو على الحجم ديال الشحل غدي يحلو فمهم وغدي يياكلوه هنتم ما تفاق الله هنتم ما ديكما كتشوفو ماما هنتم ما كما كتشوفو هنتم ما كي ياكلوه بواحد طريقة منو تاديما يعني ومهد دنين هنتم ما وكونوا متأكدين ان هاد هاد شوية هادا اللي درتو لهم راح كي ياكلوه كلو انا راح نجربتها معاهم فواحد مجموعة اخرى كي ما كتشطلهم هادش هادا يعني واحد لكم شا هكا مثلا وحد زلافة كي يكونوا هما واحد مجموعة كي يبقووا يياكلو 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 حتى كي يكملوها وبالنسبة للأوساخ ولي هادي هادا في هاد العمور هادا راح ما كيكونوش كيدلو ديك الزبيل هات كبار ولا كيف الزبول ولا مهم حاولوا انكم تنقيو خد شوفوهم كي ياكلو هاكا يعنا يقدرو يوسخو فوق هاد الماكلة هادي في حقيقة راقبوهم مرة مرة والأمور كتكون هاد يمزين هادا هاد يرح القدينا هاد النهار كين واحد القديه ما هدرتش عليها وهي اللي قامة ديال اعتاي يعني في العود ما ترميوها حتى يرى صالحا لهم مئة بالمئة لأنك تعودهم على مرحلة قبل الفيطان كيكونوا قرابين انهم يتفطمو وخصهم ديك الحلاوة وخصهم وخا تكون شي شوية ساردة ماشي مشكين يعني غير عصروها بيديكم هاكا عصروها وحطوها لهم هاد طريقة هاكا وخليهم ياكلوا راهم قيو اللي يوم زياني إذا ندير حلقة ديالنا هاد النهار كيفاش كتتتعامل مع الأمعاء الصغيرة ديال هاد المخلوق خصك مني يكون صغير تجهزلوا بحال هاكا ولكن تجهزلوا أشياء ولكن في نفس الوقت أنه ما غاديش تهلك سجيب ديالك يعني مشي ملا بدون أنا غادي تقول غادي نجيب لهم نوع من السيكاريم ومدقوق والله كي غا ندير لا تعامل مع الأمور ببساطة دق الخبز والخبز غادي غايت رميه جمعوا دير واحد السلة وجمعوا الخبز ديما ديروا في صندوق ولا شي حاجة ما ديروا شميكا را إلا لاحطوا أن إلا درتوا في ميكا غادي كي يطرح عليه هادك الصهر دياله وكي يضيع كي يولي كي فيه الخز انتو ما ديما ديروه إما في الصحف واحد البلاصة في مشا ممشا إما في واحد صندوق بحال هذا مهم خليوه تكرم على خاطره من يكرم على خاطره جزئوه كل واحد يتعطيوها دياله ببوحده هاد صغار ما انتو ما كتشوفوك يأكلوا دقاقة اللي كبر منهم كما قلتلكم بهاد الحجم هذا بحال هكا هذا غادي يأكلوه اللي الكتر منهم يعني فيتنا نقوله شهر صفرقه ولي ويأكلوا بهد الحجم هذا أنتم حل هكا وقسموا دك شي بحال هاد الحجم هادي يأكلوه مدين انتلت شهر مهم كل حجم حطوه على حدا إذا نديح قديلنا هذا النهار الناس لماذا لا يشاركوش معنا يشاركو معنا قناة غادي في السيمران إن شاء الله تكيو لزير جرس كي يصلكم الجديد ديلي إن شاء الله مرحبا بتعليق تعليقاتكم الطيبة وتكيو لزير جيم كي تساندونا إلى اللقاء في الحلقة المقبلة